قصف مكثف ومواجهات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية تتواصل لليوم الخامس على التوالي على أراضي أوكرانيا في إطار حرب أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الفائت عشرات القتلى ومئات المصابين أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية سقوطهم الاثنين جراء قصف صاروخي مكثف نفذته القوات الروسية بصواريخ جراد على مدينة خاركيف شرقية البلاد والتي تعد ثاني أكبر مدن أوكرانيا بعد العاصمة كييف وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي قد كشف في وقت سابق أن الحرب الروسية تسببت بفقدان ستة عشر طفلاً لحياتهم وإصابة أكثر من أربعة آخرين من جهة أخرى هزت انفجارات عنيفة العاصمة كييف وسط محاولات روسية للتوغل أكدت السلطات الأوكرانية إحباطها جميعاً وبحسب قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيريسكي فإن الوضع في كييف تحت السيطرة مع تكبت القوات الروسية خسائر كبيرة في الأرواح وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية وتأتي هذه التطورات في وقت سيطرت فيه القوات الروسية على بلدتين بيرديانسك وإنرهودار بجنوب شرق أوكرانيا بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية وضع ما يعرف بقوات الثلوث النووي في حالة التأهب القصوى والتي تحوي وحدات صواريخ استراتيجية وقالت الوزارة إن وحدات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولها الشمالي وأسطول المحيط الهادي وضعت في مهام قتالية متقدمة بناء على أوامر بوتين الذي وجه الأحد بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قتالي الأمر الذي اعتبره الغرب تصعيدا كبيرا من جانب موسكو